يستمر أردوغان في ابتزاز الأوروبيين بملف الهجرة سنوات مرت ومزال النظام الإرهابي التركي يستعمل نفس المسوّغات الواهية للحصول على المزيد من أموال الأوروبيين في هذا السياق الاتحاد الأوروبي أقر دعما إضافيا لتركيا بقيمة 485 مليون يورو للإنفاق على رعاية اللاجئين المقيمين في تركيا في ظل شكوى أردوغان المستمرة من عدم استجابة أوروبا لطلبة دعم تركيا التي تؤوي ملايين النازحين حزمة الدعم الجديدة ستكون إضافة إلى منحة سابقة في عام 2016 تقدر بستة مليارات يورو مليارات الاتحاد الأوروبي لم تذهب إلى مستحقيها فأوضاع اللاجئين على الحدود السورية التركية تشهد على مصير هذه الأموال أوضاع مزرية وفقر مطقع يعيش فيه هؤلاء اللاجئين نظام أردوغان لم يكتفي بجراحات هؤلاء المهاجرين بل أصبح يستخدمهم كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي دون النظر إلى الخطر الذي قد يودي بحياتهم فيفتح الحدود ويدفع النساء والأطفال للهجرة القصرية عبر الجبال والبحار والغبة إلى أوروبا عبر اليونان فيموت المئات منهم في كل محاولة عبور فاشلة ساسة أوروبيون كثر أعربوا عن استيائهم من سياسة لي الذراع التي ينتهجها أردوغان وطالبوا بوقف إرسال الأموال للنظامه أموال أكد الكثير من المراقبين أنها ساهمت في تمويل الإرهاب وإرسال المرتزقة إلى ليبيا إضافة إلى إغراء اللاجئين بالتحول عن حياتهم المدنية والانضمام إلى معسكرات الموت التركية التي تديرها المخابرات التركية في الشمال السوري ليصبح نظام أردوغان عبر المال الأوروبي أكبر راعي للإرهابي في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر